غانم سواعد المدرب غازي حمات سيقود الفارس سلمان الأعسم أول الوافدين إلى الميدان بعشر أشواط هذا المهرجان والأم نور المالك عبد السعدي تدريب استفلاق الزي الأحمر سيقود الفارس خالد السعدي يليه ابن ابن الصخرة ابن الفعل ابن الصخرة والأم بنت ماجستون المالك أكرم حواودي المدرب رومان سيقود الفارس سالم العقبي عدد المشاركين الأربعة بعشر أشواط هذا المهرجان شوط لمسافة الألف وستمائة متر ابن ابن الصخرة فاتم الصخرة نور العين وظهر الدين هذه هي أسماق قليل الشوط العام على صوته الدين نحو جهاز الانطلاق بعشر أشواط هذا المهرجان نحو جهاز الانطلاق نور العين ابن الفحر سورتكليب ولون بركات ميرابيل المالك تيسير أبو الهيجة تدريب استفلاق الزي الأبو جبل على صuiteه الفارس publicly على صهوات نور العين فاتم الصخرة ابن الفحر فاتم أونيل ولون بنتgsويس تون المالك عبدا السعدي تدريب استفلاق الزي الأحمر على صهواته الفارس خالد السعدي يليه آخر المنطلقين بحاملية الإحماء ابن ابن الصخرة بن الفحل ابن الصخرة والام بنت ماجستون المالك ايكرم حواضي المدرب رومان على صهواته الفارس سالم الهو بهذه أسماء قويل الشوت العاشر ملوك المسافات الطويلة تلتقي على ميدان الأحلام ابن ابن الصغرة صاحب بطولة ميدان كان الجليل وصاحب بطولة ميدان كان الجليل لعام ٢١٤ وبطل العام الماضي على ميدان الأحلام لمسافة الألف متر فانتم الصغرة صاحب بطولة ميدان لغريفات وصاحب بطولة ميدان الأحلام نور العين صاحب بطولة ميدان المطار العام الماضي يا ديجنا بسم الله ما شاء الله ولا كوة إلا بالله دجلازة الفحل سلطان النهار ضيفة شرف ميدان الأحلام صانعة بطال عدة هذه الفرص بانتظار دخول عملكة شوط الحالي عشر شوط الذهب شوط الكبار كونوا على أهبة الاستعداد شوط العملكة الكبار أكوى أشواط هذا المهرجان وأكوى أشواط هذا العام بلقاء يجمع خمسة من كبار وعملقة الخيود العربية الأصيلة في البلاد بارك الصقرة سكب السايمون إنجاز باريك البرشلوني وأونيل هذه هي أسماء خيود الشوط الحالي عشر صاحب المركبة الأولى سيحظى بالثهب على ميدان الأحلام بلقاء يجمع العملكة على ميدان الأحلام بأقوى أشواط هذا العام وأقوى أشواط هذا المهرجان تلتقي الكبار وتلتقي العملكة على ميدان الأحلام في الحدث الأضخم لعام 2019 من هو الذي سيكون عملكة الشوط الحالي عشر بارك الصقرة ابن بارك الباريك سكب السايمون ابن سايمون شراك إنجاز ابن الأيال باريك البرشلوني ابن باريك المبين وأونيل ابن الفانتوم وأونيل هذه هي أسمية متر دائما عايدناه وشاهدناه بانطلاق ذاتية بدون جهاز انطلاق ولكن على ميدان الأحلام تأبى إضافة ميدان الأحلام إلا أن تنطلق ملوك المسافات الطويلة من جهاز الانطلاق لنشاهد شوط على أعلى المستويات على ميدان الأحلام بدأت عملكة الشوط العاشر تأخذ موقعها النهائي داخل جهاز الانطلاق سالم العقبي على صهوة ابن ابن الصخرة يأخذ موقعه كوكبة من أبطال المسافات الطويلة بالشوط العاشر فانتم الصخرة ابن ابن الصخرة ظهر الدين ونور العين أربع من كبار عملكة الخيول العربية الأصيلة تكون أربع من كبار عملكة الفرسان المدرسة سالم العقبي على صهوة ابن ابن الصخرة الفارس المتعلق خالد السعدي مع فانتم الصخرة المهندس سلمان الأعسن مع ظهر الدين والند العنيدة يسبو جبل مع نور العين بالفعل تنطلق خيول الشوط العاشر بكومة واحدة لمسافة الألف وستمائة متر إلى أن ابن ابن الصخرة وظهر الدين فانتم الصخرة ونور العين بكومة واحدة أبطال الشوط العاشر ابن ابن الصخرة الآن متصدر في يول الشوط العاشر مع سالم العقبي إذن صراع رباعي بالمراحل الأولى من هذا السباق ما بين المهندس سلمان الأعسن والمدرسة سلم العقبي خالد السعدي على صهوات فانتم الصخرة يتقدم للمرتبة الثالثة ولكن ابن ابن الصخرة مع سالم العقبي يأبط تنازل عن صدارة الشوط بمراحل أولى ومتقدمة من هذا السباق سلم العقبي على صهوات ابن ابن الصخرة بصراع مع ظهر الدين مع سلمان الأعسن فانتم الصخرة يحاول انتزاء الصدارة نور العين يتقدم بالسحوة والاقتناص المرتبة الثالث هانتم الصخرة ولكن النزاع ما بين المدرسة سالم العقبي والمهندس سلمان الأعسن بدخول ثنائي وبصراع ثنائي كرامة المنعطف الثاني سلمان الأعسن على صهوات ظهر الدين ينتزح صدارة الشوط ابن ابن الصخرة ونور العين بنزاح المرتبة الثانية نور العين يتقدم نحو المرتبة الثانية ولكن ظهر الدين يدخل المنعطف الأول بصدارة الشوط خيول الشوط العاشر نحو المناطف الأخير النزام بين المهندس سلمان الأعسام والند الحنيد أياسه وجبل نور العين وظهر الدين بصراع وربط المناطف الثاني والأخير تكبل خيول الشوط العاشر ما بعد المناطف الثاني نور العين وظهر الدين بدخول تناعي يندفع ابن ابن الصخرة وفنتم الصخرة ولكن النزام بين نور العين نور العين يكبل صفرة الشوط بنزام ع ظهر الدين ظهر الدين ونور العين وابن ابن الصخرة وفنتم الصخرة بدخول رباعي نحو الخط المستقيم ولكن نور العين وظهر الدين اياس ابو جبل وسلمان الاسم بصراع على صدارة الشوط العاشر نور العين وظهر الدين نور العين ينير ميدان الاحلام مع الفرس اياس ابو جبل بالمرتبة الاولى ظهر الدين مع سلمان الاسم بالمرتبة الثانية وفنتم الصخرة مع خالد السعدي بالمرتبة الثالثة هذه هي نتيجة خيول الشوط العاشر نور العين بالمرتبة الاولى ظهر الدين بالمرتبة الثانية وفانتم الصخرة بالمرتبة الثالثة فليتفضلوا أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى مرصة التتويج الأولى بالشوت العاشر لمساحة 1600 متر كانت من نصيب نور عين بين الفحل سبورتي كليب والأم بركات ميرابيل المالك تأسير أبو الهيجة تدريب استرلاط ألا أبو جبل بقيادة الفارس أياس أبو جبل حل بصدارة الشوت العاشر مبروك تأسير أبو الهيجة مبروك ألف مبروك استرلاط ألا أبو جبل مبروك ألف ألف مبروك تأسير أبو الهيجة مبروك استرلاط ألا أبو جبل مبروك لفرسان طرعان مبروك ألف ألف مبروك نور العين يتوجه الأقاكرا مبروك ألف مبروك حبيبنا ملايكم ودربين صاحب المرتبة الثانية بالشوت العاشر والتي كانت من نصيف زار الدين مبروك لغانم سواعد مبروك لغازي حمد ألف ألف مبروك لزار الدين بقيادة الفارس سلمان الأحسن حل ثانيا بصدارة الشوت العاشر مبروك ألف ألف مبروك مبروك حبيبنا غانم سواعد مبروك جميع طاكم ورأ المالك عبد السعدي المتدريب استرلاط الزي الأحمر على صهواته الفارس خالد السعدي مبروك ألف مبروك عبد السعدي وخالد السعدي مبروك استرلاط الزي الأحمر مع فانتم الصخرة يكتفي بالمرتبة الثالثة هذا اليوم يتوجه الأخر يكرم عماود أبو العدنان مبروك ألف ألف مبروك مبروك الفائزين بالشوت العاشر وحضر أوفر لمن لا يحالف هو الحض بالفوز بالشوت العاشر